أهم ما يجب عليك معرفته عن سياسة التعليم في الجزائر خلال الأهدى الأثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأتكر مصدر ومرجع المعلومات كان التعليم وما يزال الأساس الحقيقي لكل ثقافة وليه تقدم في المجتمع الإنساني وقد تحدثت المصادر كما لاحظنا عن انتشار التعليم بالجزائر خلال الأهدى الأثماني انتشارا طيبا حتى غطى المدينة والقرية والجبل والصحراء وقد تحدثنا في الفصل السابق عن المورد الرئيسي للتعليم وهو الأوطاف عن مؤسساته من تتتيب ومساجد ومدارس وزوايا وعن بعض وسائله الهمة المرتبات وفي هذا الفصل نحب أن نتناول التعليم من نواحيه العلمية والفنية المحضى كالسياسة الدولة والمجتمع نحوه والوسائل التي استعملت لتنفيذه والمناهج التي اتبعت في التدريس والأهداف التي كان يرمي إليها ثم ننهي ذلك بدراسة لحياة ونشاط بعض الأساتذة الذين تضعوا حياتهم في التعليم وتخريج أجيال من التلاميذ سياسة التعليم وهل يمكن أن نتحدث عن سياسة الدولة نحو التعليم في الأهد الأثماني؟ لقد عرفنا منذ البداية أن الدولة لم يكن لها أي دخل في هذا الميدان فلم يكن في الحكومة الجزائرية عندئذ وزير لشؤون التعليم ولا مدير واتيل أو نحو ذاية من الوظائف الرسمية لقد كانت هموم الدولة عندئذ منحصرة في المحافظة على الاسترار السياسي والدفع عن الحدود وجمع الضراب لبيت المالي الخزينة ولم تكن هذه المداخل وغيرها تستعمل في نشر التعليم وتنميته وتلقيته الثقافية وتنشيطها ولكن في أجول جنود تثري القلاق والثورات وفي المعدات الحربية وخصوصا البحرية وفي توزيع الهدايا والعطاء على السلطان العثماني وموظفي دولته من جهة وعلى موظفي ومحظوظي الأوجار في الجزائر ولم تكن هموم الدولة بأي حال منصرفة إلى تطوير المجتمع اتصاديا وثقافيا ولا إلا تربية الشعب سياسيا وإذا فعلت شيئا من ذيته أحيانا فعن طريق الدين وهذا يعني أن رجال الدولة أحيانا يلتفتون إلى المشاريع الدينية والخيرية فيبنون جامعا أو تيتابا لتعليم القرآن أو ينشئون زاوية لأحد الأولياء الصالحين ثم يوقفون على ذات أوطافا لحفظه وصيانته فإذا نصف الوقفية على منح جزء منها لأحد المدرسين فإن التعليم الذي ينشره كان نابعا من الشعور الديني والخير عند الوقف وليس غير منه على تجويد التعليم وترية المجتمع وقد عرفنا أن تأثير من الأوطاف لا شأن لها بالتعليم أصلا فالجواب على السؤال السابق إذن واضح وهو أنه لم يكن للسلطة العثمانية في الجزاء السياسة للتعليم ولعل الصحيح في هذا الصدد النطول إنه تان لهذه السلطة السياسة وهي عدم التدخل في شؤون التعليم فإذا انتشر التعليم فالأم لا يعنيها وإذا تطلص فالأم تذايت لا يعنيها حقا إنه ناتي استثناء لهذا الحرف في محاولة بعض البعيات مثل محمد الكبير وصالح باي ولكن هذه المحاولات كانت أولا فردية ولا تقوم على خطة مدروسة وتانت ثانية لا تخرج في محتوى عما طنى من تبعية التعليم للدين حتى عند هذين الرجلين فالمدارس التي أسسها تانت تابعة للمساجد والكتب التي حبسها تانت تلبية للشعور الديني عندهما وليس للشعور العلمي ومن جهة أخرى تانت محاولتهما تصيرت الأمد فلم تثمر وتانت تهدف إلى جلب الشهر والمدح ولا سيما عند البي محمد الكبير فهو الذي رصم هال حول نفسه فجمع بعض الأدباء والشعراء والكتاب المخلصين له وهو الذي أرسل بالمال إلى بعض علماء المغرب والمشرق طالبا للثناء والسمعة كما فعل مع محمد مرتضى الزبيدي وهذا لم تتن خدمة التعليم هي الهدف الرئيس عند هذين البايين أيضا كان التعليم إذا خاصا يطوم على جهود الأفراد والمؤسسات الخيرية ويدخل في هذا العموم رجال الدولة أيضا ولا تنت أفراد فالأباء هم الذين كانوا يسهرون على تعليم أطفالهم إما امتثالا لحث الدين على التعليم وإما لأن الأطفال في سن معين لا يحتاجهم أهلهم في العمل وإما لأن مهنة التعليم والقضاء والإفتاء وما إليها كانت وراثية في الأسرة وإما لأن التجارة والحرف الأخرى تقتضي معرفة بالحساب ونحوه وقد يتون شعر الأباء نحو التعليم منطلطا من هذه العوامل كلها تما ينطلط من تقاليد الجزائريين الراسخة وهي احترامهم للإنسان المتعلم وتقديرهم للعنف حد ذاته ولعل تون العثمانيين في أغلبهم عزابا وتون رواساهم في أغلبهم حديثي عهد بالإسلام تجعلهم لا يهتمون بتعليم الأطفال في الجزائر لأنهم كانوا في جملتهم بدون أطفال تم أن الإضطرابات السياسية تجعلت مشاركتهم في نشر التعليم بين أطفال المسلمين أمرا ثانويا ومهما كان العنف فإن الأسرة الجزائرية المسلمة هي التي كانت تتحمل أعباء التعليم فالأباء ولو كانوا فطراء كانوا حريصين على إرسال أبنائهم إلى الكتاب وتعلم المبادئ العامة وحفظ القرآن وتثيرا ما كان ذاية عن طريق التنافس أيضا لأن الجيران كانوا يتنافسون على الخيط ما يوصي الدين وهو هنا تعليم أبنائهم ومباهات بعضهم البعض بذلك وقد كانت الأوطاف والصادقات والنفطات الخاصة هي التي تتتفل بتغذية التعليم وليس ميزانية الدولة وتان أساس التعليم هو الدين فحفظ القرآن التعليم كان عمدة التعليم الابتدائي ومعرفة بعض علم القرآن كان عمدة التعليم الثانوي والعالي أيضا ولم يكن تعلم القرآن والكتاب إلا تبعا لحفظ القرآن تم أن تعلم بعض العلوم العلمية الحساب كان يهدف أيضا إلى غرض ديني بالدرجة الأولى وهو معرفة الفرائض وقسمة التريتات بين الورثة وعلى هذا الأساس كانت معظم وجور التعليم من الأوطاف ذلك أن أجرة المعلم لم تكن تعجرة العامل في الحدادة أو النجارة مثلا ولكنها تانت نوعا من الصدق والإحسان إرضاء للمشاعر الخيرية عند الفرد المسلم فالمعلم تان في نظر الدولة والمجتمع يقوم بخدمة الدين ومن ثم تان يستحق أيضا العطايا ذات الطابع الديني تصدقات وبعض غنائم الجهاد وضرائب أهل الذمة وهنا تأحتام مختلفة على موقف العثمانيين من التعليم في الجزاء فإذا حتمنا من شتوى بعض العلماء ومن ملاحظات بعض الرحالة المسلمين والتتاب الأوروبيين وجدنا صورة التعليم عندئذ تاحل وغيصارة فبالإضافة إلى تون العثمانيين لم يسنوا سياسة لتشجيع التعليم فإنهم تانوا يستولون على الأوطاف المخصصة لهم من طبل أهل الخير ويستعملونها في أغراض أخرى كما أنهم تانوا يتغاضون عن الوكلا والعلماء الذين يتونون أموال الأحباس ظلما وإن الذي يقرأوا تتابا مثل منشول هدايا لعبدالكريم الفاتون ورحلة الورتلان وعجائب الأصفال لأبيراس وبعض أثار أحمد بن ساسي البوني سيجد أمثلة تثير على عدم التزام العثمانيين بقواعد الدين نحو الأوطاف كما أن من يطالع تتابات الرحالة والتتاب الأوروبيين أمثل توماس شو وبانانتي أو تتابات الفرنسيين المتأخرين ألفريد بيل وشارف فيرو ومارسل إيمريت إلى آخره سيجد منهم محتاما قاسي على موطف العثمانيين من التعليم فقد شتى أبو راس في أوائل القرن الثالث عشر هجري من سوء أحوال العلم والتعليم في ورطه رغم أنه كان يعيش عصر الباء محمد الكبير المشار إليه طائلا في زمن عطلت فيه مشاهد العلم ومعهده وسادت مصادره وموارده وخلت دياره ومراسمه وعفت أطلاله ومعالمه أما شو الإنجليزي فقد أرجع موقف العثمانيين من التعليم إلى طبيعتهم الحربية وأمزجتهم غير مستطرة وإلى اهتمامهم الكبير بالمال والتجارة ولكن هذه الصورة تتغير عندما نتأمل حالة التعليم لدى الجزائريين أنفسهم ذلك أن تثيئا من المصادق التحدثت عن انتشار التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني وعن استعداد الشعب للتعلم وحبه للعلم واحترامه للمعلمين فأشه نفسه قد نوه باستعداد الجزائريين للتعلم ومهارتهم فيما تعلموه من علوم وصناع ولكنه مع ذات حكم بضعف مستوى التعليم وحاجة الجزائريين إلى الورط والتشجيع لينمو اهتمامهم وينضج استعدادهم ورغم تشاهم الحسين الورتلاني من حالة التعليم في وطنه واتهامه للعثمانيين بإهمال التعليم واستلاهم على وطافه فإنه قال وبالجملة فإن وطننا طيب فيه العلم وتانى هذا بعد أن عدد أمات من وطنه يشاهد فيها العلم حيا مثل سيدي بهلول بالقبال والسنطينة وبالسترى والخنطة ولاتن العلم الذي عناه الورتلاني ليس هو علم الدنيا بل علم الفطه والتصوف والتوحيد ونحوه فهو الذي هاجم علماء الخنطة لأنه وجدهم لا يدرسون التوحيد موثيرين عنه علما نحو المنطق ومن جهة أخرى حتمر حالة المغرب أحمد بن ناصر الدرعي بانتشار العلم في أسطع بعيدة من الجزائر في ورثه مثل أولاد جلال وعين ماضي التي طال عنها إن أهلها كلهم طلبة وتشهد لانتشار التعليم في الجزائر أيضا تيتابات فانتوديا باردي الفرنسي وروزي الفرنسي أيضا وتقارير الباحثين الفرنسيين غداة الاحتلال التي أثبتت أن عدد المتعلمين في الجزائر عندئذ كان يفوق عدد المتعلمين في فرنسا ولم تكن مهنة التعليم من المهنة المرغوفية والمربحة خلال الأهدى العثماني فقط كانت مهنة لا تجرب إلى صاحبها إلا الفطر رغم أنها تجرب إليه عطف الناس وإحسانهم واحترامهم المعنوي وتانى الناس ينظرون إلى المعلم وخصوصا معلم الأولاد أو المؤدب نظرة شفقة وعطف أكثر من نظرة الاحترام والتبجيل ذالث أنه تانى يعيش عيشة التفاف في أغلب الأحيان وتانى مورده غيطار ولا آمن رغم تلما يدفع له أباة تلاميذ من أجر ومن هدايا في مختلف المناسبات ولعله تانى عند البعض شخصا من أهل الدروشة والصلاح يتغذى بالروح لا بالمادة وتانى بعض المؤدبين شيوخا طاعنين في السن أو عميا ولا سيما معلم الفتيات في البيوت وتانى يساعدهم في مهمتهم بعض المتدربين الذين يسمون في بعض النواحي مسلتين ولذلك تانى بعضهم لا يعتمد طليا على التعليم تمورد للرزق فإذا انتطلنا إلى التعليم الثانوي والعالي وجدنا العمر يختلف طليلا ذالت أن المعلم هنا أو المدرس كما تانى يدعى تانى من المحظوظين لأنه استطاع أن يصل إلى هذا المستوى من التعليم وتانى عليه لتيشط طريقه إلى ذالت أن يصار عتثي من الخصوم وأن يشتاز عددا من العطبات وقد تانى أطبر خصومهم أصحاب مهنته وأهم العطبات في وجهه هي اكتسابه رضا الباشا والبي ذالت أن المؤدب لم يكن يشترط فيه سوى شروط طليلة أما المدرس فشروط تأهيله تثيرا ومن جهة أخرى تانى ميادين التعليم ذيطة والتنافس عليها شديدا وإذا تانى المؤدب حارا نوعا ما يختاره أهل الحي لتعليم أطفالهم فإن مدرس الثانوي والعالي لم يكن حارا وخصوصا في المدن فهو موظف عند الدولة بحكم تعيينه من الباشا والبي إذا يتفعن عليه ما على جميع الموظفين الآخرين من رقابة والطيود ومن واجبات دينية واجتماعية وسياسية أحيانا ولعل ارتباط المدرسين بالدولة على النحو المطرور هو الذي حدى بعضهم إلى القول بتحريم التدريس ورطه لذهاب شرطه أما في الأرياف رجال الدين والعلم وخصوصا أهل الصلاح والولاية المرابطين كانوا يتخذون من التعليم وسيلة لجلب الناس والطلب إلى زواياهم واعتناق مذاهبهم الصوفية وارتساب المال والصدقات والأحباس وتان التنافس هنا طويا أيضا لأن كل مؤسسة تانت وقعة تحت سيطرة شيخ الزاوية أو المطدم يساعده في ذاية أبناه وأتباعه ولما تان التعليم غير مربح ولا مرغوب فيه عند الكثيرين فإن بعض المتعلمين تتخذوا من التجارة حرفة بدلا منه وقد لاحظ الحسن الوزان ليول إفريقي غالبت الفطرة على طلبة تلمسان أوائل القن العاشر هجري ومعنى ذلك أن مهنة التعليم تانت لا تفي بحاجاتهم المعيشية ولاحظت تمغروط أن طلبة الجزاء تانوا مديين وهو يعني أنهم تانوا لا يهتمون بالتعليم تمهنة بل تانوا يلجأون إلى غيره لتسبب الرزق واستقرار المعيشة فتطال عن مدينة الجزاء التي زارها تمعرفنا أواخر القن العاشر هجري الموافق للقن السادس عشر ميلادي وطلبت العلم بها لا بأس بهم إلى أن حب الدنيا وإثراء العاجلة والإفتاة بها غلب عليهم تثيرا وقد أبدأ شو نفس الملاحظة بعد أرصر منطان على العثمانيين في الجزائر حين طال إنهم يجرون وراء التجارة والفرص المالية ولم يكن يعنيهم العلم وأهله ولذلك غلبت التجارة على عدد من شيوخ العلم تما سنرى فتان المفتي الشيخ سعيد قدورة رغم منصبه العلم يتاجر بماله مع بعض التجار وتاني بن حمدوش يجمع بين العلم والتجارة وتذايت محمد الريوس الذي حدث عنه الفترون وحمد المطايس الذي عدل على مهنة التدريس وتعاطي صناعة المطايس الأساور التي نسب إليها ومع ذايت مات فطيرا والإلحاء على النرطة السابقة يشير إلى التضحية بالتعليم في سبيل الرزق من أوجه أخرى ذلك أن ممتهن التعليم إنما تاني يلجأ إليه إذا لم يجد غيره من وسائل العيش أو إذا تاني فقط يرضي ضميره الديني والصوفي كما تاني يفعل أهل الزوايا في الأرياف ولذلك يمكن الطول بأن انتشار التعليم الذي تشير إليه بعض المصادر إنما المرصود به التعليم الابتدائي وليس التعليم الثانوي أو العالي فإذا قال بعضهم أن تلا تكادوا تجدوا في الجزاء من لا يعرف القراءة والكتابة فالمرصود بذات المستوى الأدنى من التعليم أو محو الأمية أما التعليم الحي الذي يعني رقة الثطافة والتعمر في المسائل وتتوين الرأي المستقل وتذوق المعارف والذي يشبع الفضل والنهم الإنسان إلى المجهول فقط كان قليلا طبعا ويمكننا أن نلاحظ حول التعليم وجود شبه سياسة عثمانية في تبادل الأساتذة مع البلدان الإسلامية الأخرى فقط سمح العثمانيون لعلماء غير جزائريين باستيطان الجزائر والتدريس والتوظف فيها كما سمحوا لعلماء الجزائر وطلبتها بنيتشان العين بالمعاهد الإسلامية خارج الجزائر حتى مع البلاد التي كانت بينها وبينهم توترات سياسية المغرب بل حتى عندما يتعلق الأنب بنقل مذاهب صوفية معارضة للعثمانيين في الجزائر تتعاليم الطريقة الدجاوية والطيبية ونعتقد أن مصدر هذا التسامح في تبادل الخبرات يعود إلى عقيدة العثمانيين من الدين ورجاله فهم رغم الاختلافات السياسية أحيانا ترى أبواب الجزائر مفتوحة للعالم الإسلامي ولعل أهم من ذلك تطله الآن لموضوعنا هو حرطة المعلمين داخل الجزائر ذلك أن تتوين المعلمين لم يتله مدينة معينة أو مدرسة فقط كانت شهرة المدرسية التي تحدد متانه وتان الطلاب يرصدون المدرس المشتهر ولو باودت شطته ولم تكن عند هؤلاء الطلاب عواطف إقليمية وطبالية وإن متان يأخذون العلم حيث وجدوه موفرا ولو على حساب صحتهم ومالهم وسعادتهم الدنيوية ذلك أن بعضهم تان يبدأ رحلته في طلب العلم بعد أن يكون قد تزوج وأنجب الأطفال فتان يضحي بالجميع من أجل الذة العلم فإذا اشتهر أمر عالم في الزواوة تصده الطلاب من تلمسان ونحوها تماث على الشيخ عبد الرحمن بن موسى تلمسان الذي ذهب للتتلمث على الشيخ يحيى بن عمر الزواوي وقت توجه الشيخ محمد وارث من متيجة إلى رسانطينة للتتلمث على الشيخ محمد التواتي وفي منشور الهداية للفترون عدد من أسما هؤلاء الطلب الذين كانوا يأمون رسانطينة لأخذ العلم تعدمين إليها من الجزار وزواوة وعنابة كما ذكر ابن حمدوش بعضا منهم في رحلته مثل الشيخ محمد الحنفي طاضر سانطينة الذي قدم إلى العاصمة وأخذ بها العلم ومن جهة أخرى كان الشيخ سعيد المطر في تلمسان موئي العدد من الطلبة أمثال سعيد الدور الذي قدم عليه من مدينة الجزار وذايت لشهراته في ميدان التدريس وهذا ترى أن الحدود كانت مفتوحة أمام الطلبة لتلقي العلم حيث ثقفوه ولم يتون تصد هؤلاء في الغالب أخذ الإجازات ونحوها بل كان تصدهم التتلمذ الحقيقي والجلوس الطويل في حلقات الدرس أما التنقل من أجل الإجازات ونحوها فقط كان شيئا آخر يطوم به بعض العلمان لنيل السمع والوظيفة وسنتعرض إلى ذايته في حينه ومما سبق ندريت أنه لم يتون للأثمانيين في الجزائر السياسة للتعليم ولا خطة رسمية لتشجيعه والعناية بأهله وتطويره وتوجيهه وجه تخدم المصالح الإسلامية العلية من جهة والمصالح الوطنية الجزائرية من جهة أخرى بل إنهم ترت الحبل على الغارب فرقد التعليم ونضبت موارده وذات مجاله وإفتقر رجاله وإنحط مستواه ومما زاد الأمر سوءا في هذا الميدان تسرب الخرافات إلى عطول المعلمين والمتعلمين بل ورجال الدولة أنفسهم فأنت لا تقرأ سيرة أحد من هؤلاء إلا وجدته تانى يعتقد العطايد الغاليظة في مدعي الترامات فتانى بعض المدرسين يظلون الناس بدل أن يهدوهم بل إن بعضهم كان يستعمل الشعوذة سلما لتسب المال والجاه لدى أرباب السلطة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد